موسيقى اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبات وطالبات الصف السادس الابتدائي هكون معاكم ان شاء الله النهاردة لدراسة مادة اللغة العربية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم معنا دلوقتي مراجعة على الفصل الدراسي الثاني على كل دروس الفصل الدراسي الثاني اللي تمت دراستها بالفعل تعالوا مع بعض نشوف شكل الاسئلة واجابتها النموذجية اول سؤال معنا من موضوع الحياة دائما اثنين ابتسم الجد ابتسامة عريضة قائلا بارك الله فيك يا ولدي هذا ما قصدته تماما الانسان يا احفادي بحكم طبيعته لابد له من العيش في مجتمع مما يفرد عليه التعاون مع غيره اول سؤال معنا طلب منينا نجيب معاني او معنى كلمة يفرد معنى كلمة يفرد يعني يوجب ولابد يعني لا مفر مضاد كلمة العيش العيش يعني الحياة يبقى مضادها كلمة الموت طيب التعاون مضادها التخازل جمع كلمة الإنسان جمع الإنسان الأناسي أما جمع كلمة الجد هتبقى الأجداد والجدود الجد جمعها الأجداد والجدود مفرد أحفاد حافد ماذا يحدث في المجتمع الذي ينتشر بين أفراده التعاون ماذا يحدث في المجتمع الذي ينتشر بين أفراده التعاون طبعا المجتمع الذي ينتشر بين أفراده التعاون لا يضيع فيه أحد يبقى نقول الإجابة لا يضيع فيهم أحد لأنهم يتكاتفون فيما بينهم لخيرهم جميعا فيتخلصون من الأنانية ما الحكمة التي تعلمها الأحفاد من الجد تعلموا من الجد إيه؟ تعلموا من الجد أن التعاون هو الذي يمكنه أو عن طريقه يستطيع الإنسان أن يعيش حياة هانئة يبقى الحكمة التي تعلمها الأحفاد من الجد هي التعاون دال من قصة علي مبارك أجب ما يأتي ماذا كان يتمنى علي مبارك عندما ذهب إلى فرنسا؟ عندما ذهب علي مبارك إلى فرنسا تمنى أن يتعلم ما يمكنه من خلاله أن يفيد بلده يبقى تمنى أن يجد شيئا يعود به إلى بلاده وينفع به أمته ما أكبر صعوبة صادفت علي مبارك؟ وكيف تغلب عليها؟ لو نتذكر كده في أحداث القصة بتاعتنا عندما صافر كانت أكبر صعوبة واجهته أنه هو كان لا يستطيع التحدث باللغة الفرنسية أو تعلم اللغة الفرنسية وساعتها عمل إيه؟ استعان بكتاب للأطفال للغة الفرنسية لتعلم اللغة وانكب عليه حتى تعلم اللغة يبقى الإجابة هتقول الصعوبة أن المدرسين يلقون عليهم الدروس باللغة الفرنسية وهو وزملائه لا يعرفون شيئا من هذه اللغة أحضر كتابا فرنسيا من كتب الأطفال وانكب عليه يحفظ ما فيه حفظا جيدا ولا ينام من الليل إلا أقله حتى تعلم الفرنسية ودخل الامتحان وكان أول المبعوثين ونال الجائزة التي خصصت للمتفوقين السؤال الثاني معانا من نص الحرية والمسؤولية اقرأ ثم أجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها السؤال المعانا معنى القائم إحنا قلنا إن القائم هو المتولي أو المشرف وقد يكون المسؤول عن الدولة طيب استهموا استهموا يعني إيه؟ استهموا يعني اقترعوا جمع مثل أمثال طيب القائم جمعوها إيه؟ جمعوها القائمون مضاد أصابة أصابة يعني المفروض إنه هو نالة معنى الكلمة نالة طيب لما نجيب المضاد بتاعها نقول فقدة أو خسرة طيب الواقع فيها مضادها إيه؟ مضادها القائم على حدود الله يبقى الواقع فيها معناها اللي هو قام بفعل المنكر أو ما نهان الله عنه يبقى المضاد بتاعها هيبقى القائم على حدود الله أو المتولي والمشرف لحدود الله مفرد حدود؟ حد طيب مفرد اللذين؟ اللذين هناك مبدأ أخلاقي يؤدي إلى التعايش السلمي بين أفراد المجتمع يقرره الحديث فما هو؟ المبدأ الأخلاقي الذي يقرره الحديث هنا إنه هو الحرية وأنه من حق كل فرد أن يتمتع بحرياته ويفعل ما يراه مناسبا ويحقق مصلحته بشرط عدم إيزاء الآخرين يعني المثال اللي احنا بنقوله دائما أنت حر ما لم تضر هات من الحديث تضادا وبين أثره في المعنى الحديث اللي قدامنا ده فيه أكتر من تضاد تعالوا كده نقرأ الحديث أو الموجود من الحديث معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ده أول تضاد معنا القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها التضاد الثاني أعلاها وأسفلها طيب أثر التضاد في المعنى التضاد في المعنى بيؤثر عليه إزاي؟ بيؤثر إنه بيقو المعنى ويوضحه يبقى الإجابة هتكون أعلاها وأسفلها والقائم على حدود الله والواقع فيها والأثر هيكون يؤكد المعنى ويوضحه السؤال الثالث معنا من نص في رحاب الإنسانية قلنا أن النص ده للشاعر إليا أبو موضي وهو شاعر لبناني من شعراء الرابطة القلمية قال الشاعر يا أخي لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد أنت في البردة الموشاتي مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد أول سؤال معنا بيطلب مننا أن إحنا هات المراد بفرقد والمراد بفحمة هنا المراد بفرقد عظيم الشأن والمنزلة هو المقصود هنا أو اللي هو عايز يوصله لنا كلمة فرقد طبعا اللي هو نجمل القطب الشمالي البعيد إنما هو المقصود هنا أنه يكون عظيم الشأن أو المراد هنا أنه يوصل أن أنت مش فرقد يعني أنت مش شخص عظيم الشأن وأنا مش فحمة اللي هو شخص حقير الشأن يبقى المراد بفرقد عظيم الشأن والمنزلة أما المراد بفحمة حقير الشأن والمنزلة مضاد الرديم إحنا قلنا الرديم يعني القديم معناها القديم طيب يبقى المضاد بتاعها هيبقى الجديد طيب تتقلد يعني تلبس أو ترتدي يبقى مضادها إيه؟ تخلع جمع البردة البرد طيب جمع كساء أكسية مفرد اللؤلؤ اللؤلؤة اشرح الأبيات بأسلوبك الشاعر هنا بيطالب أخيه الإنسان بعدم الغرور لأنه ليس شخص عظيم الشأن والإنسان الآخر حقير الشأن لأنه أيضا لم يصنع الحرير الذي يلبسه أو اللؤلؤ الذي يرتديه وأنهم كلاهما يشقيان ويسعدان في هذه الدنيا سواء كان كل واحد فيهم بيرتدي لبس أو كساء غالي السمن أو جديد أو كساء رديم أو قديم يبقى هنقول يوجه الشاعر نداءه إلى الشخص المغرور الذي دفعه الصراء إلى التعالي والتكبر فيرشده إلى عدم التكبر عليه فليس الشاعر فحمة وليس المتكبر نجما عاليا في السماء وأن المتكبر قبقية الناس لم يصنع الحرير أو اللؤلؤ الذي يتباهى به كما أن ثوب المتكبر الجديد لا يغير من كونه إنسانا قبقية البشر الذين يشقون ويسعدون ما الجمال في ما أنا فحمة ولا أنت فرقد وأيضا فيه تشقى وتسعد الجمال في ما أنا فحمة ولا أنت فرقد ده تعبير جميل يدلل فيه الشاعر على أن الناس سواسية طيب تشقى وتسعد بينهما إيه؟ بينهما تضاد لتقوية المعنى وتوضيحه السؤال الرابع معنا أبلغ محمد أباه أن حمى أخيه في زيارتهم فجاء الأب لاستقباله وقال له إنك زو عقل راجح وتقضي وقتك فيما يفيد وقد سعدنا بزيارتك أعرب ما تحته قط أبلغ محمد يبقى محمد هنا تعرى بإيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه أضم لاستقباله اللام هنا حرف جر طيب استقبال هيبع اسم مجرور وعلامة جره الكسرة طيب الهاء اللي هي بعد المتصلة باستقبال هتبقى ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه وتقضي وقتك وقتك هتبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب الكاف اللي هي ضمير المتصل معنا هتبقى ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه السؤال التالي معنا بيطلب مننا أن نستخرج من الفقرة اسما من الأسماء الخمسة يكون مرفوعا وآخر منصوبا وسالسا مجرورا وأعربه في كل حالة طيب قبل ما نستخرج إحنا محتاجين نراجع على القاعدة بتاعة الأسماء الخمسة قلنا أن الأسماء الخمسة اللي هي أبن وأخن وحمن وفو وزو بيعملوا إيه الأسماء الخمسة ما بيدخلوا على أي جملة بيعربوا طبيعي جدا لكن علامات إعربهم مختلفة يعني الأسماء الخمسة بترفع وعلامة رفعها الواو وتنصب وعلامة نصبيها الألف وتجر وعلامة جريها أليا يبقى هنبص هنا للقطعة من جديد أبلغ محمد أباه أول اسم معانا من الأسماء الخمسة اللي لاحظناه أباه طيب هنا جاءت إيه؟ جاءت منصوبة طيب جاءت منصوبة لأنها وقعت مفعول به يبقى هنقول أباه هيبقى اسم من الأسماء الخمسة هو بس هنعربه نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة طيب هنا حمى اسم من الأسماء الخمسة أيضا طيب جاءت هنا منصوبة ليه؟ لأنها اسم إنه منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة طيب أخيه جاءت هنا إيه؟ هنلاحظ أن أخيه جاءت مجرورة لأنها وقعت مضاف إليه هنقول ساعتها أخيه مضاف إليه مجرور وعلامة جريه ألياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة بصوا معايا كده زو هيبقى خبر إنه مرفوع إنك زو طيب فين اسم إنه في إنك زو؟ الكاف هنا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إنه طيب زو هتعرب خبر إنه مرفوع وعلامة رفعه ألواه لأنه اسم من الأسماء الخمسة وأباه لست أليم من شوية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه وأخيه مضاف إليه مجرور وعلامة جريه ألياء والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه السؤال التالي معنا كان أبو بك زي حكمة وإيمان طلب منك هنا في المثال إن أنت تحذف الناسخ وتغير ما يلزم كان هنا من الأفعال الناسخة الأفعال الناسخة عندما تدخل على الجملة الإسمية بتعمل إيه في الجملة الإسمية؟ بترفع المبتدأ وبيسمى اسمها وبتنصب الخبر وبيسمى خبرها وهي ده اللي عملته في الجملة اللي قدامنا هنلاحظ كان فعل ناسخ أبو هنقول نعرف أبو ونقول إيه؟ هنقول اسم كان مرفوع وعلامة رفعيه ألواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة طيب بكر هتبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الكسرة كان أبو بكر ماله زيه هيبقى ده خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة حكمة هيبقى مضاف إليه مجرور طيب إحنا طلب منك هنا في الجملة إنك تحذف الناسخ يبقى هنقول الجملة بتاعتنا بعد حذف الناسخ اللي هو الفعل الناسخ اللي معانا هنقول أبو بكر زو حكمة وإيمان طيب لو طلب منك بعد ما حذفت الناسخ اللي هو الفعل الناسخ اللي قدامك ده قالك أضف إلى هذه الجملة حرف ناسخ هنقول إيه ساعتها؟ هنقول إن أبا بكر زو حكمة وإيمان لأن الأسماء أو الحروف الناسخة عندما تدخل على الجملة الجملة الإسمية بتعمل إيه؟ حروف الناسخة ساعتها بتنصب المبتدأ وبيسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرة السؤال التالي معانا من موضوع في منتصف الطريق اقرأ ثم أجب حمل كل منهما نصيبه من المال وذهب إلى منزلي ليستريح أو ليستريح من عناء اليوم وعندما خلد كل منهما إلى النوم كان كل منهما يفكر في أخيه تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي مرادف عناء معنى كلمة عناء يعني تعب طيب مضاد كلمة عناء إيه؟ مضاد كلمة عناء روحة جمع نصيب جمع نصيب أنصبه لماذا ذهب كل من الأخوين إلى الآخر؟ إحنا القصة بتاعتنا كانت بتحكي عن أمير وحبيب اللي هما كل اتنين تقاسم قطعة أرض بعد وفاة أبيهما اللي هو العم سعيدة وطبعا كل واحد كان عنده أعباؤه المادية التي يواجهها في حياته ولكن كل منهما كان يفكر في أخيه فهما لماذا ذهب كل من الأخوين إلى الآخر؟ ليقدم كل منهما المساعدة والعون لأخيه بأن يعطيه جزءا كبيرا من نصيبه في المحصول هما الاتنين كانوا بيقتسم المحصول بتاع الأرض بتاعتهم فهو كل واحد فيهم فكر في أخيه وفكر أن يعطيه جزءا من نصيبه كي يساعده على أعبائه المادية التي يعاني منها أحسن العم سعادة تربية أبنائه أو تربية ولديه ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ده أن الاتنين كانوا متراحمين ببعضهما وكانوا يقدمان المساعدة لبعضهما وكانوا أيضا يتعاونان في كل شيء يبقى الإجابة هتكون تراحمهما وتحابهما وتعاونهما ومساعدة كل منهما للآخر من قصة علي مبارك أجب عما يأتي ما الصفات التي عرف بها علي مبارك؟ نحن عندنا شوية صفات كان بيتمتع بها علي مبارك مكنته من أنه يصبح ناظرا للتعليم إيه هي؟ تميز بسرعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على إدارة ما يكلف به من أعمال وإن كانت في غير تخصصه الهندسي طبعا الصفات دي هي اللي مكنته من أنه يضع قانونا للتعليم ما المكافأة التي حصل عليها علي مبارك بعد وضع قانون التعليم؟ قبل ما يضع علي مبارك قانون التعليم كان عندما جاء الخديو عباس وجد أن الأجانب يعبسون بالتعليم في مصر يفعلون فيه ما يشاءون فطلب من المختصين وضع قانون للتعليم ولم ينجحوا في ذلك وعندها لجأ إلى علي مبارك طلب منه أن يضع قانونا للتعليم رغم أن تخصصه كان الهندسة ولكنه نجح خير نجاح في هذا الوضع أو في وضع هذا القانون وبالتالي كافأه الخديو عباس بأن عينه في منصب ناظرا للتعليم اللي هو كان أكبر منصب في ميدان التعليم حينها حيث عينه الخديو عباس ناظرا للمدارس المصرية وكمان أنعم عليه بردبة الأميرة لاي ودي طبعا كانت ردبة في وقتها ردبة عظيمة جدا مكافأة له على وضعه قانونا للتعليم في المدارس المصرية طبعا إحنا كنا عارفين كويس قوي أن علي مبارك كان يهتم بمجال التعليم ويرى أن نجاح ورقي الأمة يأتي عن طريق تعليم أبنائها وممارستهم كافة أشكال التطور عن طريق هذا التعليم يعني ما فيش تطور بدون تعليم وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة وإن شاء الله الحلقة القادمة هنقوم بتكملة المراجع على أجزاء المنحك أشكركم وأتمنى لكم مزيدا من التمييز والنجاح والتفاوض مع تحيتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر